سنة 64 كلفت الإزاعة الشعر صلاح جهين بإنه يكتب أشعار المسحراتي لشان تتعامل في شكل برامجي جديد يحكي تاريخ وعدات المصريين في رمضان وغير رمضان لكن المفاجأة إن صلاح جهين رفض يكتب الأشعار دي وقال لهم إزاي نكتب المسحراتي وفؤاد حداد موجود وفعلاً راحت خيادات الإزاعة واتفقوا مع الشعر الكبير فؤاد حداد علشان يكتب لهم برنامج المسحراتي في 30 حلقة هيتعرضوا على مدار 30 يوم شهر رمضان وقتها الإزاعة سألت فؤاد حداد كده مين اللي يقدر يلحن ويغني الأشعار دي وعرضوا عليه أسام كتير لكنه كان مصر على اسمه واحد فقط وهو الشيخ سيد مكاوي باعتباره الأنسب والأفضل للقديم التجربة دي وقبل رمضان بأيام دخل سيد مكاوي استوديوهات الإزاعة مع فؤاد حداد وسجله حلقات المسحراتي اللي نجحت نجاح كبير جداً جداً في الإزاعة وفضلت عيشها في التاريخ والودان المصري بسنين طويلة في التمانينات بقى قرر التلفزيون إنه يستثمر النجاح الكبير لبرنامج المسحراتي وأشعار المسحراتي ويقدموها في حلقات مصورة عرضوا التجربة على الشيخ سيد مكاوي حقوق الراجل وافق ساعتها وما كانش معطرد خالص بل بالعكس كان فرحان إن التجربة دي هتتنقل من خلال التلفزيون وهتشوفها أجيال جديدة خصوصاً إن عدوا عليها يعني أكتر من 20 سنة تقريباً وبالفعل تم تنفيذ المشروع وأخرجه المخرج كبير فتح عبدالسطار رائد المنوعات في التلفزيون المصري في العصر ده واتعرضت حلقات المسحراتي وحققت نجاح كبير جداً على شاشة التلفزيون لكن النجاح ده قبله عصفة هجوم كبيرة من النقاط والصحفيين